لو سمحت عندي سؤال السؤال في كتاب العلامة المجلسي رواية سعد بن قيس بن عبادة عن تنازل الحسن والحسين لمعاوية هل الرواية دي صحيحة والغير صحيحة هيتفضل قراها اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل محمد مية سبع وسبعين هدسني جعفر بن معروف قال هدسني محمد بن حسين ابن أبي قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري صاحب شرطة الخنيس على معاوية فقال له معاوية بايع فنظر قيس إلى الحسن فقال أبا محمد بايع فقال له معامرية أما تنتهي أما والله إني فقال له قيس أما والله لأن شئت لتناقصني تمام ومكتوب مكتوب أهب أهب فقام إليه الحسن فقال له بايع يا قيس فبايع رواية مكتوبة أنا مش بكتب على خبرك لا لا أن معاوية كتب إلى الحسن أن أقدم أنت وال أنت والحسين وأصحابه علي فخرج معهم قيس بن سعد بن عبادة فأذن لهم معاوية وعدلهم خطفة فقال يا حسن قم فبايع فبايع فثم قال للحسين عليه قم فبايع فقام فبايع ثم قال يا قيس قم فالتفت للحسين ينظر ما يأمره فقال يا قيس يعني هل هم بيعوا ولا ما بيعوش أنا دا سؤالة عندي جواب الآن راح أجابك تمام في عندنا رواية احنا عن الإمام الحسن عليه السلام بعدما وجه بجيش جرار لمقاتلة لقتال معاوية بعدما تعرض إلى خيانة من جيشه أمر الإمام الحسن عليه السلام وافق على عمل الهدنة لأن الشيعة في ذلك الزمان خانوه تمام بعدما حصل أمر الخيانة أمر الإمام الحسن عليه السلام وهو إمام المفترض الطاع أن يسلم أتباعه كما أمر علي عليه السلام كان معاوية صاعد على المنبر في تلك اللحظة صاعد المنبر فقال أيها الناس إن الحسن بن علي لم يرى نفسه أهلا للخلافة ورآني أهلا للخلافة فقال له كذب معاوية كذب فقال الحسن عليه السلام أيها الناس إن معاوية يقول إني لم أرى نفسي أهلا للخلافة وقد رآني أهلا للخلافة ووالله فقد كذب معاوية أي معناها أن الحسن هو أهلا للخلافة ولم يرى معاوية أهلا للخلافة وعليه أن الذي جرى هو في ظرف تقية للحفاظ على الشيعة يعني هم اللي عملو ده تقية هل التقية دي بقى من الخوف لا هي محافظة على الشيعة يعني هم خايفين على الشيعة محافظة على الشيعة ما كانوش هيقدروا يحميهم يعني واحد بيحرك زرات الكون ومعاولاية تكوينية ومنصب من الله خايف على الشيعة من معاوية صح زرات الكون يحركها الله ربنا صح نعم جزمة عليه نعم جزمة عليه على رب السنة الذي يحرك زرات الكون لا 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 يعني أنا بكلمك باحترام والله أنا أكلمك باحترام أريد وصل للنتيجة تعرف ما هي أنت بتقول قزمة قزمة على رب السنة تعرف ما هي لا لا مو شتيمة هذه مو شتيمة هذه مو شتيمة هذه أريدة بينك أن مشيئة ربك تأمره أن لا يفعل شيء الآن بينما هو يتحكم في زرات الكون فهنا أنا الآن أجلس على الكرسي منذ ربع مئة سنة يعني مو الآن هذه ليست أول شيء تيمة على الزات الإلهية كما يقولون إخواننا دائما أنا أسب الزات الإلهية دائما أصلا أستمتع بسب الزات الإلهية يعني أنت مفتخر وأنت بتقول كده أفتخر أنا على الطعام والشراب أسب الزات الإلهية تعرف ليش؟ مش عايز أعرف لا لا أنا هعرفك عشان الزات الإلهية تتحكم في زرات الكون ومش عارفة تتحكم فيه إيه بقى تفسير دولة مؤخزة عندكم في البلد؟ الإنسان مخير أو مصير؟ إيه تفسير إيه تفسير ربك لما يسمع شتمت عليه وهو يتحكم في زرات الكون يمهلك يمهلك يا حبيبي يمهلك الحد يوم معلوم هذا هو جواب للحسن عليه السلام الذي يتحكم في زرات الكون رب ربكم أن يتفى والله والله العليس سنة وشية أعرفكم مقامه للبيت وأعرفكم النقاش شلون يصير من تجي تشكل على الحسن أنت تشكل على الله تشكل على الله الله بإسمه بمعانيه وصفاته فأنت شلون تشكل على الله؟ شلون تشكل على الله؟ هو هذا الله بصفاته بأسمائه بأفعاله ولكن ليس الله هو مخلوق أنت جالس تشكل على صفاته الله على أفعاله الله هذا أفعال الله أنت تعتقد أن الله يمهل ويحمل وأن الله يتركك بحكمته يتركك بمشيئته أنا ليش مرات أسب ربكم أثناء النقاش ليش أنا ما مجبور أسب ربكم بس أريد أعرفكم نبذة أريد أعرفكم نبذة نبذة عن ماذا عن أن مثلا هناك رجل طاغي فرعون هذه الأمة يدعي يقول يا إيهي وسن أني أنا ربكم الأعلى أين ربكم الحقيقي يا أهل السنة أنتم تقولون أن الله عزل نحن ندعو عليه في مواقع التواصل اللهم أرينا فيه يوم اللهم أرينا فيه عجائب قدرتك عجائب قدرتك أنا أشوف تعليقات أضحك أضحك عجائب قدرتك يا رب القريش عجائب قدرتك واحد ينطيهم صوت عفطة عنز حتى يرتاعون شوي عجائب قدرتك لماذا تنتظرون عجبه الآن يعمله يعني يعمل حتة حركة في كرسيه من فوق سبع السماوات على عرشه ورأيه ألي بالدنيا وانتهى الموضوع أنتم تفسرون تبررون تقولون أن الله عزل يتركك بحكمته بلباسه بلباسه بنعاله بإصبعه بكتفه بلسانه بكرسيه ينظر إليك من أطيطه يرحمك بعفوه تبررون لربكم الذي يسبه القريشي طيب جيد أنا أعتقد أن الحسن عليه السلام هو صفاته وأفعال الله وهو المتحكم بذرات الكون أمير المؤمنين فاطمة الزهراء الهجوم على بيت فاطمة قتل النبي محمد قتل الحسين بكربلا هؤلاء صفات وأفعال الله ما تجي تقول لي إذا كانوا عندهم ذرات الكون لماذا؟ ما يصير لأن أنت عندك هذا الشيء أنت تعتقد بالحكمة الإلهية وهذا أنا خب عندي أنت سارقها من عندي توان عندك حكمة إلهية عندك أنت المشيئة الإلهية أن الله يتركك بمشيئته أنا أنا بو المشيئة أنا أنا محمد وقاله محمد مشيئة ورب العالمين فالمشيئة لا تسأل يعني هذا السؤال السخيف لا تسأل أن تتحكم بذرات الكون طب إزاي؟ أنا فورا رح أحاول الموضوع رح أقول لك أليس الله يتحكم في ذرات الكون؟ نعم طيب لماذا يتركني وأنا أسبه؟ ملايين الناس يسبوني لماذا يتركهم؟ أنت رح تبدأ حتعمل ليهم وحدة وحدة عشان حكميته ورغبيته وزعديته ونزليته وعشان ربيينك كويس؟ طيب هذا هو الكلام كله في محمد والمحمد في عقيدتي واضح؟ أنت سمعني؟ واضح؟ أي تفضل؟ يعني هو تركك زي ما ترك إبليس هذا هو نفس الجواب للإمام الحسن المشتبى أو لعلي حينما هجم عمر وعصابته على بيته أو لمحمد حينما قتلته عائشة أو للحسين حينما قتل في كربلا هذا هو نفس الجواب تركوهم زي ما ترك ربنا إبليس أحسنتي تركوهم زي ما ربنا ترك إبليس يعني ده منافق على كده يعني إحنا كويس إن إحنا عرفنا الحسن والحسين فرقدتكم منفقين يعني بيبايع وهم من جوا مش بيبايع ده منافق ده ربك المنافق ده ربك المنافق عارف لي عشان ربك ولا مؤخزة رايح ضاحك عليكم وأيلكم أنا اللي أتحكم في كل شيء في كل شيء وفي زرات الكون رايح أميره أوليشي طالع له وأيله أي دارة يا ابن العبيطة يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا ابن الزربيطة حتعملهم علي يا خربيتك طي فين ربنا الوعد الأحد رب العزدي وين إذن ربك منافق ربك منافق يدعي أنه على العرش استوى قادر على كل شيء فيخرج له القريش يتحدى ويقول له أرني قدرتك الله الله ربك منافق فيها عجائب قدرتك لا يدعي لك وانتا ورب اللهم أرننا فيها عجائب قدرتك لا يدعي لك وربك والله العزيم إنت لو لو لك رب إنت لو لو لك رب أنت لو بتاعب وتيسمي لا يدعي لك وانتا وربك ما توصل للمشيئة الإلهية الأولى ما توصل للمحمد وآل محمد تحلم تحلم لا ويريد يطبق عليهم قاعدة أنهم منافقين نتيجة أنا ما واصل لها هو واصل لها وكأنما نتيجة أن رجلا نزل بعائشة فأجنب هذه النتيجة واضحة بالرواية أجنب تريد تقولني منافقين شلون منافقين يقول لأنهم قادرين ولكن ما أظهروا قوتهم أمام أبو بكر وعمر ما هو ربك قادر ولم يظهر قوته أمام القريشي قد وصل ليلتي يا أخواني أنا ربنا بالسنة قد أشار بنا يا الله لا أستطيع أن أتقلم يا رب السنة يا رب السنة أخواني أعتقد أكوش شارة صارت دعونا نشر قليلا من الخمر تحية لرب السنة الحمد لله إله الشيعة الحمد لله الحمد لمحمد وآل محمد الحمد للخالقين الرازقين ماكوش يخواني أيو الله ماكوش رب السنة يا عجل كلهم يدعوهم اللهم ارنا فيه قجاب اللهم ارنا يوما في القريش يا رب العالم تلاقش مرحنا ابوك لا بحدت ربك لا رب رب الشيعة المقصرة بعد سلمة جاهيك من معركة الأنفذ نفذ بالتراب والله والله لا سب الربين أي والله عظيم عندي أصل قال الإمام الصادق عليه السلام من لا يعرف الإمام حق معرفته حق معرفته خالق رازق مفوض له في كل شيء قرآن محرف علي أصل الأصول في الشهادة حق معرفته كأنما يعبد غير الله هكذا والله ظال الله بالصحراء واحد بصحره قلش ما يفتهم هذا هذا يقول أنا أعبد الله هو ما مفتهم الدين ما يعرف أي شيء من لم يعرف الإمام حق معرفته أنا شيعي ما يعرفون الإمام حق معرفته ماسب ربهم أنت سني إي والله السيد يقول ربنا واحد إخوان فما يصير الله يبارك بكم إن شاء الله ربنا واحد ما يجوز هذا السب السيدي والله السيد الشيرازي ودزوا لفتوى من مخانيث وارطيه تتأثرين شوية تبجين قالوا للقريشي طلع وشق الدنيا شيك وورطيه تتأثرين بعد ما أحد ينظر له ما أحد يشوفه ما أحد يدر عنه فالسيدنا إيش رأيك والله شيء رازي خطية علقة حالة طلع لفتوى قال لا يجوز ربنا واحد ونبينا واحد طيح الله حظك وحظين السنة